بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أدف 174 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياكم الله وبياكم حياكم الله وبارك أغيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن حد الزنا ووقفنا عند قوله ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى تغيب الحشفة في الفرج تغيب الحشفة الأصلية في الفرج فإن لم يولج فإنه لا حد عليه لو أنه لمس وقبل وباشر ولكنه لم يولج ذكره في فرجها فإن هذا لا يعتبر زنا يوجب الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك كذا وكذا أتعرف الزنا فإذا لم يحصل منه إلاج وإنما حصل منه دون ذلك مع المرأة فهذا لا يعتبر زنا يوجب الحد ولكنه يوجب التعزير على كل حال يوجب التعزير والردع نعم قال في قبل أو دبر أصليين نعم معروف حراما محضا حراما محضا لا شبهة فيه كما يأتي الثاني انتفاء الشبهة الثاني انتفاء الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات فإذا كان له شبهة فإنه يدفع عنه الحد يعني عذر له عذر يعتذر به نعم فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك هذه شبهة إذا كانت أمة مشتركة بين عدة رجال فلا يجوز لأحد منهم أن يتسرى بها لأنها ليست خاصة به لكن لو أن واحدا منهم تسرى بها ظانا أن أن اشتراكه في ملكها يبيح له التسري فهذا خطأ منه وشبهة يدروا بها الحد عنه نعم له فيها شرك أو لولده أو لولده لأن ملك الولد للوالد فكأن اشتراك الولد في ملكيتها اشتراك للوالد فظن أن هذا يبيح له التسري بها نعم أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته سريته أو وطئ امرأة ظنها زوجته كأن تكون في ظلام مثلا أو سريته يعني مملوكته وطئها يظنها زوجته أو أنها مملوكته مملوكته وكان لا يراها في ظلام هذه شبهة نعم أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته كنكاح المحلل ونكاح المتعة غير ذلك فنظرا لوجود العقد وجود العقد فيه ظن أنه يباح له ذلك فوطئ فهذا يدرى عنه الحد نعم أو نكاح أو ملك مختلف فيه أو نكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود هذا مختلف فيه بعض العلم يرى أنه باطل وبعضهم يرى أنه صحيح فهو ربما إنه أخذ أو اعتمد على القول الذي يراه صحيحا فوطئ فهذا يدرى عنه الحد للشبهة نعم ونحوه ونحو ذلك من الشبه نعم أو أكرهت المرأة على الزنا نعم هذا من الشبه إذا أكرهت المرأة على الزنا فلا يقام عليها الحد لأن المكره لا فعل له وذلك إذا ألجئت بضرب أو هددت بقتل أو أنها أوثقت ولم يكن لها فكاك فكاك منه فغلبها ووطئها فلا حد عليها لأنها مكره والله جل وعلا يقول إلا ما نكره وقلبه نطمئن بالإيمان قال صلى الله عليه وسلم عفيا لأمة الخطى والنسيان وما استكره عليه نعم الثالث ثبوت الزنا الشرط الثالث أن يثبت عليه الزنا ويثبت بأحد أمرين الأمر الأول الإقرار أن يقر به ويعترف به على نفسه ويشترط في الإقرار أن يكون أربع مرات أن يقر به أربع مرات فلا تكفي المرة الواحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى أقر به أربع مرات وفي المرات الأولى يعرض عنه يعرض عنه يعرض عنه حتى كرره أربع مرات نعم والغامدية أيضا رددها نعم قال وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنَ أَحَدِهِمَا أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَاتِ في مجلس أو مجالس في مجلس سواء أقر به في مجلس كل الأربع المرات في مجلس أو في عدة مجالس لأن ماعزا تردد على النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مجالس نعم ويصرح بذكر حقيقة الوطن يعني يشترط في الإقرار أولا أن يكرره أربع مرات ثانيا أن يصرح بحقيقة الوطن ولا يكفي أن يقول زنيت لأنه ربما يعتقد أنه زنى وليس بزنى كأن يكون لمس أو نظر أو قبل أو باشر فيظن أن ذلك زنى وهو ليس بزنى فلابد أن يصرح بذكر حقيقة الزنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أغاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال أن يكتهى قال نعم قال كما يغيب الرشاء في البير كما يغيب الرشاء في البير وكما يغيب المرود في المكحلة قال نعم كل ذلك من أجل أن ينفي عنه الشبهة نعم ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد هذا الشرط الثالث في الإقرار شروط صحة الإقرار أن لا ينزع يعني يرجع عن إقراره حتى ينفذ عليه الحد فلو رجع قبل أن ينفذ عليه الحد فإنه يترك فإنه حينئذ يترك أما إن استمر على إقراره حتى تم الحد فإنه قد وقع موقعه والثاني من أحوال ثبوت الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تعتبر شهادتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين نعم الأمر الثاني مما يثبت فيه الزنا الشهادة ويشترط فيها شروط أولا أن يكون أربعة رجال فالنساء لا تقبل شهادتهن في الزنا لا بد أن يكون الشهود أربعة رجال كما قال تعالى لو جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فيكونون أربعة رجال ثاني في مجلس واحد أن يكون مجيئهم في مجلس واحد فلو قام الحاكم قبل أن يتكامل فإنه لا يثبت الحد لو قام الحاكم من المجلس مجلس الحكم قبل أن يتكامل ثم جاء بقيتهم في مجلس آخر إن هذا لا يقبل لا بد أن يكونوا في مجلس واحد الثالث أن يصفوا الزنا لأن يقولوا رأيناه يفعلوا كذا وكذا رأينا ذكره في فرجها لألا يتوهموا أن ما ليس بزنا زنا لا بد أن يصرحوا كما يصرح المقر نعم بذكر حقيقة الزنا نعم بزنا واحد نعم والرابع من الشروط أن يشهدوا على زنا واحد أما أن يقول أنا رأيته في اليوم الفلاني والثاني يقول رأيته في محل كذا والآخر يقول في محل كذا محل آخر فإنه لا تقبل الشهادة في ذلك حتى يكون زنا واحد في مكان واحد نعم سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين وكذلك يشترط أن يكونوا مبصرين ولا يقبل الأعمى فيه لأنه لا يستطيع أن يصفه نعم وهذا قوله ممن تعتبر جهدتهم فيه نعم قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين نعم لا يشترط أن يدخلوا على الحاكم جميعا إنما يشترط اتحاد المجلس ولا يشترط مجيئهم جميعا للمجلس فلو جاء واحد ثم جاء الثاني ثم الثالث حتى كملوا أربعة والمجلس واحد قبلوا في ذلك نعم وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك نعم هذه مسألة هل يثبت حد الزنى بالحمل من غير زوج بالحمل من غير زوج هذه مسألة خلافية فالمذهب أنه لا حد عليها لاحتمال أنها أكرهت أو احتمال أنها وطئت بشبهة أو احتمال أنها تلقحت بالماء بدون جماع نعم ففيه احتمال ومدام فيه احتمال فإنه لا حد عليها للشبهة والقول الثاني أن الحبل يثبت به الزنى فإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فإنها تحد لأن الحمل دليل على الجماع فيثبت به فيثبت به ولأن في حديث عمر لما خطب على المنبر قال أو كان الحبل أو كان الحبل يعني الحمل اعتبره اعتبره مثبتا للزناء نعم حسن الله إليكم وإن حملت إن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك بمجرد ذلك حتى يثبت عليها بإقرار أو بشهادة كما سبق وأما على القول بأن الحبل يعتبر بينه فتكون الحد الزنى يثبت بأحد ثلاثة أمور إما الإقرار وإما الشهادة وإما الحبل أما المذهب فلا لا يثبت إلا بأحد أمرين نعم الشهادة أو الإقرار نعم قال رحمه الله باب حد القذف لما فرغ من حد الزنى انتقل إلى حد القذف والقذف هو الرمي بالزنى أو اللواط القذف هو الرمي بالزنى أو اللواط فمن رمى مسلما بزنى أو لواط فإنه يكلف أن يأتي بالشهود أربعة شهود يشهدون على ما قذف به لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فإذا لم يأتوا بأربعة شهود فإنه يجب عليه حد القذف بأن يجلد ثمانين جلده قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فحكم عليهم بثلاثة أمور فحكم عليهم بثلاثة أمور الأمر الأول أنهم يجلدون ثمانين جلده الأمر الثاني أنهم لا تقبلوا لهم شهادة بعد ذلك لفسقهم الأمر الثالث أنهم يكونون فاسقين والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل ويراد به هنا ناقص الإيمان لا يكاهم الفاسقون أي الذين في إيمانهم نقص كثير نعم إلا الذين تابوا فإذا تابوا تاب الله عليهم ورجعت إليهم العدالة نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله إذا قذف المكلف محصنا إذا قذف المكلف أما لو كان القاذف صغير أو مجنون أليس عليه حد لأنه غير مكلف نعم إذا قذف المكلف محصنا محصنا بأن يكون عفيفا عن الزنا أما إذا كان معروفا والعياذ بالله بهذا الشيء نعم فهذا ليس بمحصنا نعم جلد ثمانين جلدة إن كان حرا قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة نعم إن كان حرا إن كان حرا وإن كان مملوكا فنصف على النصف من ذلك نعم قال وإن كان عبدا أربعين نعم على النصف والمعتق بعضه بحسابه وإذا كان القاذف مبعضا فإنه يجلد بحساب ما فيه من الحرية والرق نعم وقذف غير المحصن يوجب التعزير أما إذا كان المقذوف غير محصن فإن هذا لا يجوز هذا لا يجوز القاذف لكن يكون عليه تعزير وهو التأديب بما يراه ولي الأمر أو الحاكم زاجرا عن ذلك بأن يؤدبه نعم وغير المحصن هو من عرف بذلك؟ غير المحصن هو نعم الذي اشتهر عنهم المشهور بهذا الشيء نعم المحصن نعم وقذف غير المحصن لا قبر قال إذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة نعم من الصلاة هؤلين يرمون المحصنات يعني العفيفات نعم قال وهو حق للمقذوف القذف حق للمقذوف وهذا هو الحد الوحيد الذي يكون حقا للمقذوف فله إسقاطه وله المطالبة به أما حد السرقة وحد الزنا هذا حق لله سبحانه وتعالى هذا حق حد الشرب المسكر هذا حق لله لا يسقط نعم والمحصن هنا الحر المسلم العاقل الآن جاء بالمحصن نعم قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم نعم هذه الصفات المحصن أن تجتمع بهذه الصفات أن يكون حرا فلا حد في قذف المملوك لكن يعزر قذفه هذا واحد نعم المسلم المسلم فلا حد بقذف الكافر لكن يعزر لأنه لا يجوز التلفظ بهذه الألفاظ القبيحة نعم العاقل العاقل يخرج قذف المجنون والصغير فهذا لا حد فيه ولكن فيه التعزير تجنبا لهذه الآن لفظ القبيح نعم العفيف العفيف وهو الذي لا يعرف وقوعه في الزنا أو اللواط العفيف في عرضه يعني نعم الملتزم الملتزم بحكم الإسلام كما سبق نعم الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله أما لو قذف شخصا لا يجامع مثله كأن يكون مقطوع الذكر أو أنه صغير أنه صغير لا يجامع مثله فليس على قاذفه حد للعلم بكذبه للعلم بكذب بكذب القاذف الناس يعلمون أن هذا كذب ولا عار على المقذوف لكن يكون فيه التعزير نعم ولا يشترط بلوغه نعم لا يشترط بلوغه بلوغ المقذوف يعني نعم وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه القذف له لفظا لفظ صريح ولفظ كناية إنما يجب الحد بالصريح كأن يقول يا زاني يا لوطي نعم وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو لكست رأسه نعم الألفاظ القذف الكناية التي ليست صريحة والصريح هو ما لا يحتمل غير الفاحشة كيا زاني يا لوطي أما الكناية فهو ما يحتمل الفاحشة وغيرها كأن يقول يا قحبة لأن كلمة قحبة تحتمل إنه يريد زانية ويحتمل إنها القحبة في الأصل التي التي تسعل ويسمعها الناس وقالوا إنها تستعمل هذا لأجل القيادة لأجل القيادة على الفحش فهذا ليست صريحا في أنها زانية نعم نعم أو يا فاجرة أو يا فاجرة لأن الفجور يحتمل فاجرة بالزنى أو فاجرة بذنب غيره والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل أو يا خبيثة أو الخبيث أيضا الخبيث يحتمل خبيث بفعل الفاحشة أو خبيث الطبع أو خبيث الصفة نعم فضحت زوجك أو يقول فضحت زوجك يحتمل إنها فضحته بكلامها عليه أو فضحته بفعلها الفاحشة يحتمل أو نكست رأسه يعني حياء من الناس يعني ويحتمل إنه صار يستحي بسبب امرأته من سوء خلقها وكلامها عليها أو يحتمل أنه يستحي من فعلها الفاحشة فهم محتمل أو جعلت له قرونا قرونا يعني أولادا من غيره كناية هذا نعم ونحوه ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة فهذا لا يجب فيه الحد وإنما يجب فيه تعزير نعم وإن فسره بغير القذف قبل نعم نعم إذا فسر هذا بغير القذف فإنه يقبل منه لأنه يحتمل وهو أدرى بما أراد فيعزر عن الألفاظ البذيئة وأما إذا فسره بالقذف فإنه يحد نعم وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر إذا قذف أهل بلد فإن هذا الدليل على كذبه لأنه لا يمكن أن أهل البلد يتفقون على الزنا لو قال أهل البلد الفلاني زنات أو زنوا فإن هذا لا يعتبر قذفا لأنه معلوم كذبه في هذا لأنه لا يمكن أن أهل البلد كلهم تفقون على الزنا فيعزر أو قذف جماعة جماعة من الناس لا يتصور منهم أنهم يتفقون على الزنا فهذا ما مقطوع بكذبه فيعزر نعم قال ويسقط حد القذف بالعفو كما سبق أنه حق للمقذوف ثمرت هذا أنه لو أسقطه سقط لأنه حق له نعم ولا يستوفى بدون الطلب ولا يستوفى بدون طلب المقذوف فإذا طالب به أقيم وإذا سكت فإنه يترك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب حد المسكر وعلى كل حال فالقذف كلام قبيح والله جل وعلا توعد عليه رتب عليه الحد في الدنيا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذا في الدنيا في الآخرة قال الله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فعليهم وعيد في الدنيا عليهم حد في الدنيا ووعيد في الآخرة مما يدل على شناعة القذف وأن الألسنة تطهر من هذه الألفاظ القبيحة ولا تتداول بين الناس وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيقول يا لوطي يا خبيف يا كذا يا كذا فهذا من الألفاظ القبيحة نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إله لا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته